اشتركوا في القناة ضمن خطة التشجير لمملكة البحرين ولدى وصول سمو مستشار الأمن الوطني لموقع الحفل اطلع سموه على مارض الصور لمراحل زراعة واحة أشجار القرم في منطقة راس المطلة كما شهد سموه فيلم الموجزا عن مراحل الزراعة والتي تسعت لمائة ألف شتلة تمت زراعتها على عدة مراحل كجزء من البرنامج الوطني لمضعافة أشجار القرم بنسبة أربعمائة في المائة في عام الفين وخمسة وثلاثين بعدها تفضل سموه بزرع الشتلة رقم 100 ألف من أشجار القرم حيث يهدف المشروع إلى الحفاظ على الحياة البحرية والتوازن البيئي لما لهذه النبتات من فوائد كبيرة وفعالة في مكافحة تغير المناخ وبهذه المناسبة أكد سمو مستشار الأمن الوطني أن تنفيذ هذا المشروع يأتي تحقيقا لهدف المسيرة التنموية الشاملة والمستدامة بقيادة جلالة الملك المعظم الداعم الأول لكافة المشاريع الهامة والحيوية في المملكة أشار سموه إلى أن زراعة واحدة القرم يأتي في إطار دعم سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء للخطة الوطنية للتشجير والهدفة إلى مضاعفة عدد الأشجار في مملكة البحرين وزيادة الرقعة الخضراء وتحقيق التوازن البيئي وضمن جهود مملكة البحرين المستمرة التي تهدف إلى الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول عام 2035 ميلادية والوصول للحياد الصفري عام 2060 أضاف سموه أن توجيهات صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين في توفير كافة الإمكانات وتسخير كافة السبل أستمت في إتمام وإنجاح هذا المشروع البيئي والحيوي الذي يعود بالنفع على البيئة الطبيعية أوضح سموه أن هذا البرنامج الطموح هو أحد الخطوات المهمة التي تنفذها المملكة إيمانا منها بأهمية التصدي لأثار التغير المناخي بشكل تكافلي على جميع الأصعدة فضلا عن توفير بيئة طبيعية وحاضنة للعديد من الأسماك والأحياء البحرية والطيور خصوصا المهاجرة والموجودة بكثرة في مملكة البحرين التي تتغذى على الروبيان الذي يعيش في المنطقة الغنية بأشجار القرم يعد مشروع زراعة واحة أشجار القرم في منطقة المطلأ أحد أبرز المشاريع التي نفذها الحرس الملكي بقوة دفاع البحرين وبالتعاون مع وزارة شؤون البلديات والزراعة ضمن الخطة الوطنية للتشجير الهدفة إلى مضاعفة عدد الأشجار وزيادة الرقعة الخضراء ضمن برنامج الحكومة المقار برأسة صاحب السمو الملكي وللأهد رئيس مجزراء اهتمام سموة بهذه المبادرة تم تنفيذها بين وزارة الشمبيات والزراعة والحرس الملكي ومجموع مزارات الدولة والتهدف إلى مضاعفة أشجار القرم ضمن الزامات المملكة البيئية نشكر سموة على هذه الرعاية وان شاء الله ماضين قدما في تنفيذ هذه الخطة الطموحة بإذن الله مئة ألف شجرة تمت زراعة آخر شتلة من هذا المشروع من قبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي في واحة زراعية في المحافظة الجنوبية لتصبح أحدى أبرز الموائل الرئيسية للطيور والكائنات البحرية والحياة الفطرية في المنطقة وذلك ضمن خطة البرنامج الوطني لمضاعفة أشجار القرم بنسبة أربعمائة في المائة في العام الفين وخمسة وثلاثين هذا المشروع الطموح هو أحد الخطوات المهمة التي تنفذها مملكة البحرين إمنا منها بأهمية التصدي لأثار التغير المناخي بشكل تكافلي وعلى جميع الأصعدة وتوفير بيئة طبيعية وحاضنة للعديد من الأسماك والأحياء البحرية والطيور المهاجرة والموجودة بكثرة في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر